موسيقى يعني مع أنه إحنا ضد مرات التوجه التكنولوجي ولكن دائما إحنا بنحكي الأفكار هي اللي بتبرمج عقولنا ومزاجنا إحنا ننتقل لربا صباح الخير صباح الخير زيانا أهلا فسفور رح يأثر على المزاج ولا لا لا بأثر على إشياء تانية أشياء تانية أهلا وسهلا فيك ربا شرفتنا يعني اليوم موضوعنا عن الفسفور أكيد أهميته للجسم ومن ممكن يتأثر بمشاكل بالجسم في حال ارتفاع أو انخفاض الفسفور فبداية أول شيء نحكي عن أهمية الفسفور ليش مهم لجسمنا أهلا الفسفور دائما إحنا من المعادن اللي شوي مهملة لأنه قليل ما يصير عند الأشخاص نقص بالفسفور ولكن هو كتير مهم للعظام والأسنان يعني إحنا بتركيب العظام هي من كالسيوم وفوسفور فهذا أهم شيء مهم جدا لعضلة القلب والعضلات والعمل الأعصاب فهو إله أدوار كتير مهمة في الجسم وخاصة للعظام ودائما في عنا توازن ما بين نسبة الكالسيوم والفسفور في الجسم يعني لازم يكون في توازن وفي عنا عدة هرمونات بتتحكم في الجسم بتتحكم بمعدن الفسفور والكالسيوم وأي خلل فيها ممكن يؤدي لصمح الله لارتفاع الفسفور اللي بيؤدي له مشاكل كتير كبيرة نعم يعني بشكل عام الفسفور نقدر نحكي متوفر بالأغذية الموجودة حوالينا أو لنروح للمكملات؟ هلا هو منتشر جدا في الأكل خاصة في المنتجات الحيوانية منتجات الألبان وموجود في البقوليات بشكل عام فهو إنه الواحد يعاني من النقص من الفسفور ما قليل جدا المشكلة هي في ارتفاع الفسفور وهذا اليوم حديثنا خاصة لمرضى الكلا نعم عادة إحنا مرضى الكلا بتعرفي الفشل الكلوي مراحل مش دغري الواحد بيصير عنده فشل الكلوي فممكن يصير فيه عندنا ضعف شوي في عمل الكلا والكلا كثير فيه أشخاص بفكروا في فقط هي زي كنها مصفاية للجسم ولكن تتحكم بكثير أشياء مهمة منها بعض المعادة الموجودة بالجسم نعم هلا عادة مرضى الكلا بينهم ينتبهوا أكيد للسوديوم معدن السوديوم والبوتاسيوم ودايما الفسفور ولما يصير فيه عندنا ضعف في الكلا اللي هي من خاف لبعدين أنه يتحول لفشل الكلوي ويصير اضطرار لأنه يصير فيه عندنا غسيل الكلا بيكون دائما فيه متابعة من الأطباء لنسبة الفسفور بالجسم والبوتاسيوم والسوديوم لأنه إحنا بصفي دورنا كأخصائين تغذية نساعد الأطباء بأنه نوعي هذا المريض لإيش الأشياء الموجودة فيها بوتاسيوم أو يبتعد منها الفسفور إذا صار في عنده ارتفاع في الفسفور نعم شو الأعراض بتكون؟ هلا مرات ممكن ما تبين بس في مثلا في حالة من الحالات شخص كان واصل لمرحلة مدرك أنه الكلا مالها تعبان وصار عنده حكة كبيرة وعدم تركيز ويعني زي يبقى على الجلد هلا هذا كان واحد من أعراض ارتفاع الفسفور بشكل كتير كبير نعم ولكن المشكلة بارتفاع الفسفور زي ما حكينا أنه فيدي عنا توازن ما بين الفسفور والكالسيوم فاللي بيصير عندنا في مشاكل الكلا والفشل الكلا إذا كان عندنا ارتفاع الفسفور كتير كبير بيصير يأخذ الجسم الكالسيوم من العظام وبيصير في عندنا لخبطة ما بين الكالسيوم وفايتامين دي والفوسفور نعم ولما يصير في عندنا صحب لهذا الكالسيوم من العظام يترسب كثير ببعض الأنسجة يصير يترسب في الأوعية الدموية يصير يترسب في الرئتين يعني له ممكن يكون خطير جدا أو قاتل نعم فهذا الترسب ممكن يكون يعني ارتفاع الفسفور ممكن يزيد خطر الإصابة بأمراض القاتل طيب طيب هلا إذا هكنا نعرف إحنا إيش الحد الطبيعي منا الفسفور خصوصا الأشخاص يمكن بيكون عندهم بداية إصابة بمشاكل الكلا هلا في عنا إحنا دائما بنعمل فحص مختبر ومنشوف إحنا نسبة الفسفور بالفحص المخبري اللي بنعمله وعادة بتكون ما بين 2.5 لأربعة ونص هاي النسبة الطبيعية إذا صار في عنا ارتفاع ففيصير في عنا وهذه دائما منلاقيها مرات عند زي ما حكيت المرضى اللي بيبدأ يصير عندهم ضعف الكلا بطريق للفشل الكلوي نعم فإحنا لما نشوف هاي النسبة منصير إحنا كأخصائين تغذية نحاول نعمل كنترول على لحد ما يعني منحاول إحنا دائما إنه نحاول الكلا هاي تكون مرتاحة ما نوصل لمرحلة غسيل الكلا أكيد بمرحلة معينة ممكن الشخص يتحول لغسيل الكلا وبصير إزالة لهالفوسفور بعملية غسيل الكلا ولكن إحنا كدورنا كأخصائين تغذية بالمرحلة إذا صار في ارتفاع في الفوسفور بصير نبدأ نعطي نصائح التغذوية طيب معناتو بنا نحكي إيش الأكل اللي ممكن يكون مرتفع ومنخفض بالفوسفور هلا عندنا هون مجموعة من الأغذية اللي فيها فوسفور هلا كبشكل عام زي ما حكيت إنه الفوسفور منتشر بشكل كامل عام وبشكل كثير بالأغذية وبوقع المريض بشغلة إنه مش عارف إيش جي أكل يعني كثير مرضى بيجو لعنا بقولنا طب هون الفوسفور منتشر إيش أعمل هلا أول نصيحة إذا من نأخذ أول مجموعة اللحوم والأسماك هلا أكتر شيء بدنا نبعد عنه اللي هي اللحوم الحمرة نعم لحوم الحمرة تعتبر أعلى إشي بي الفوسفور وبالنسبة للأسماك فيها بنسبة أقل ولكن اللي بدو يبتعد عنه هالشخص اللي هي الأسماك المعلبة يعني زي سردين أو تونة وأكتر إشي إذا اضطر يأكل تونة أو سردين كتير مهم هالمية الموجودة يعني السردين يشطفوا المية الموجودة في المعلبات لأنه مشكلة الفوسفور إنه ممكن كتير يكون في بعض المواد المضافة للأغذية فهي قاعدة أولى كمية اللحوم والبروتينات الحيوانية بدو يأخذ احتياجاته منها ويقللها ويبتعد عن المعلبة منها نعم إذا كانت لحمة معلبة أو إذا كانت لحمة معلبة تمام هلا تاني شيء بدو يكون خياره للبروتين من البروتين النباتي يفضل طبعا إذا كان في عنا بقليات أو غيرها تكون مطبوخة طازج وليست معلبة بالنسبة للحليب والألبان برضو فيها فوسفور ولكن أقل من اللحوم ولكن تعتبر حليب لبني فيها فوسفور هلا إيش يعمل بقدر يأخذ الحليب والألبان بكمية كتير بسيطة ما تكون مالحة أكيد والأجبان ما يأخذ الأجبان المصنعة نعم بشكل عام نعم هلا كمان إيش كتير مهم إنه يبتعد عن الجنك فود والفاست فود لأنه هذا فيه رسبة عالية من الفوسفور وآخر نصيحة بس لأنه في بعض الخضار فيها فوسفور كتير مهم السلق والنقع بالماء هذا بساعد على التخلص إذا كان عنده مشكلة بالبوتاسيوم والفوسفور إنها تنزال بالماء السلق أو ماء النقع للخضار والموجود فيها فوسفور وبوتاسيوم ممتاز طيب روبا إحنا منتشكرك شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك يشرف فيك أهلا وسهلا وسهلا شكرا روبا